في جانب مهم من حياة أديب نوبل نجيب محفوظ ممكن ناس كتير قوي ما تعرفوش وهو الوظيفة في حياة نجيب محفوظ اللي بدأ حياته في الحقيقة موظف في الأوقاف وبعدها هتنقل ما بين عدد من الوظائف لحد ما بقى مدير صندوق دعم السنمة خلونا نتكلم عن نجيب محفوظ من واقع ملفه الوظيفي بقى مع الأستاذ اللي منورنا النهاردة في الستوديو طارق الطاهر الناقد الأدبي ورئيس تحرير مجلة الثقافة الجديدة الصباح الخير عليك صباح النور أهلا بيك منورنا بصباح الخير يا مصر أهلا بيك طيب خلينا الأول نتكلم عن نجيب محفوظ خريج قسم الفلسفة ورغبته في استكمال دراسته الفلسفية ومنها بدأ طريقه الأدبي وساب الدراسة كلمنا عنه بقى الحقيقة نجيب محفوظ لما دخل قلية الأداب والده من أساس كان يحب أنه كان يذهب لقلية الحقوق لكن يقوله حكمت أنه دخل قلية الأداب ودخل قسم الفلسفة والحقيقة لما دخل قسم الفلسفة دار حوار بينه وبين طه حسين حوالين لماذا حببت أن تدرس الفلسفة فكان رد نجيب محفوظ أنه كان عايز يعرف أسرار الكون فطاح حسين قاله طالما ردت هذا الرد أن تجدير أن تدرس الفلسفة وفعل هو تخرج من قلية الأداب قسم الفلسفة وكان الثالث على دفعته وكان المفروض يخرج في بعثها خارج لباريس ولكن تشابه الأسماء أنه كان الأول قبطي فالممتحنين تخيلوا اسمي نجيب محفوظ أنه قبطي فقالوا كفاية واحد قبطي وواحد مسلم وهو روى الحكاية دي في عدد خاص صدر من مجلة الهلال بعد كده هو ارتحق بالعمل في الجامعة المصرية كاتب في الجامعة المصرية ولا وزارة الأوقاف لا الأول كاتب في الجامعة المصرية سنة 34 واستمر لمدة خمس سنوات ولما أستاذ الشيخ مصطفى عبد الرازق تولى وزارة الأوقاف هو اللي طلب منه أنه يتم نقله إلى وزارة الأوقاف والحقيقة استمر في وزارة الأوقاف 17 سنة ولما جاء حد نشي يعرف يعني نجيب محفوظ الأديب بالعلامة كان يشتغل في وزارة الأوقاف كوليس القصة بقى هنا عمل ايه بالظهر كان وظيفته تحديدا في الوزارة وظيفته كان سكرتير الوزير هو كان تنميز مباشر للشيخ مصطفى عبد الرازق لما تولى وزارة الأوقاف اشتغل معاه في وزارة الأوقاف سكرتير وتدرق في وزارة الأوقاف في وظائف مختلفة منها اشتغل فترة سكرتير براماني الوزير الأوقاف في فترة راح فيها مكتبة الغوري كانت تتبع الأوقاف وخلال 17 سنة الحقيقة هو اتطلع على نمازج كثيرة جدا في هذه الوزارة هو كان بيعتبرها على حد تعبيره لرجاء النقاش انها أم الوزارات يعني من خلالها قدر يشوف كل الأطياف المختلفة من المجتمع المصري وده بن في بداعاته زي مثلا رواية المرايا أغلب شخصياتها هي شخصيات حقيقية أعاد صياغاتها تاني نجيب محفوظة فهي كانت فترة مؤسرة قبل أن ينتقل إلى وزارة الثقافة بمسامياتها المختلفة استفاد منها أدبيا وكتب منها أعمال جدا كتب منها أعمال كثيرة استفاد حتى من فترة وجوده خمس سنين في الجامعة المصرية استفاد أنه في رواية خاني الخاليلي أحمد عاتف شخصيات حقيقية البعض يظن أنه فصل من وزارة الأوقاف يعني ممكن ده يبقى غلط صح؟ أول بعض تخيل أنا كان من حصن حظي أن أنا اطلعت على الملف الوظيفي الكامل لنجيب محفوظ ما يقرب من 300-400 ورقة وأخذرت عن ده كتاب سميته نجيب محفوظ بختم النسر أنا لقيت فعلا أنه لما راح وزارة الأوقاف تلع له قرار فصل من الجامعة المصرية بس الحقيقة هو قرار فصل لتعيينه في وزارة الأوقاف نجيب محفوظ السجل بتاعه الحقيقة سجل كموظف سجل مشرف هو كل تقاريره كانت تقارير 100% فيما عدا تقرير وحيد نزل فيه 96 من 100 ليه وقع طريفة في وزارة الأوقاف أنه تم منحه درجة وظيفية ولكن تاني يوم فوجي أنه الوزير سحب منه هذه الدرجة والحقيقة هو لجأ لمجلس الدولة وبعد خمس سنوات من التقادي حصل على دركة الوظيفية بحكم من رئيس مجلس الدولة وكان ساعتا رئيس التالث لمجلس الدولة اشتغل في مكتبة في الغرية أثناء عملك في وزارة الأوقاف؟ آه لأنه هو كان محسوب على الوزراء يعني الوزير الموجود جاء وزير تاني فقال له تحب تروح فين فقال له أنا أروح مكتبة الغرية وكان اختياره لأسباب عديدة من أحبه للقراءة وكمان أنه يبقى قريب من المكان اللي تولد فيه وهو الحسين وكان شايف أن الفترة دي من أسرى الفترات لأنه قرأ فيها وقعد فيها كتير على الأهوة ونجيب محفوظ كان من الشخصات التي ارتبطت بالمقاهي المصرية طيب هل المحسين بقى بنجيب محفوظ كانوا على علم أو دراية أنه هو كاتب وروائي وحابب أنه ياخد الطريق ده؟ الحقيقة هو لما دخل وزارة الأوقاف كان سبقه هناك الكاتب الكبير علي أحمد بكثير ونصحه نصيحة أنه ما يقولش أنه روائي أو أديب لكن الحقيقة طبعا أكيد لأنه نجيب محفوظ كان في فترات كبيرة جدا نجمي يعني هو أولا دخل مجال السيناريو في الاربعينات على يد صلاح ابو سيف وبعد كده رواياته كانت بتتنشر في صحف ومجلات مختلفة فهو كان اسم كبير من الخمسينات أيها السلسية فعلا شفناها يعني صورت أمتى وتعملت أمتى يعني لو بهذا الترتيب طب وإيه أكتر حاجة يعني لمستها حركة تقولت كتبت نجيب محفوظ بختم النصر إنه تأثر كيف تأثر نجيب محفوظ بالوظيفة يعني استوحى شخصيات إزاي أرى الشارع إزاي كان بيعرف يعني أكيد أنت أريت رواياته وأريت ملفه الوظيفة فهناك روابط أهم حدث في فترة الوظيفة إنها علمته الالتزام يعني نجيب محفوظ كانوا يسمونه رجل الساعة إنه كان مرتزم إلى أبعاد درجات الالتزام في الوقت في المواعيد ده خلاه يرتب مواعيده ما بين مواعيد العمل اللي تنتهي اثنين ثلاثة الراحة ثم القراءة أربع خمس ساعات والكتابة لمدة ساعتين زاد إنه نجيب محفوظ كان من الموظفين المتزمين أسكر لحضرتك وقعة شهيرة سنة تسعة وخمسين قرر الوزير الدكتور سراط عكاشة أن يتولى نجيب محفوظ منصب مدير إدارة الرقابة على المستصفات الفنية والحقيقة ده أصاب الناس بزعر أو بقلق إزاي نجيب محفوظ الروائي المتمكن يصبح رقيب ويستخدم مقص الرقابة الحقيقة هو كان حاسم في ردوده إنه دي شغلته وإنه أنا حفصل ما بين كوني أديب وبين كوني موظف بالضبط وإنه كمان بعد فترة أدت مئنان للمجتمع السينمائي إنه مش جاي هو جاي ليكون منصفا للسينمائيين والحقيقة كان برضو من حظي السعيد إن أنا كمان اتطلعت على فترة نجيب محفوظ وهو رقيب الأفلام اللي شافها الأفلام اللي عدل فيها ما إلى ذلك والحقيقة أنا عملت عنه كراءة في جريدة أخبار الأدب كيف كان منصفا للسينمائيين زي ما قلت؟ هقول الحقيقة الحاجة كان منصفا بمعنى إنه كان عنده روح المثقف كمان هو بيشوف الأفلام يعني كان بعض الرقباء يعترضوا على بعض المشاهد أو ما إلى ذلك لا هو كان يتدخل يعني أنا هقول الحقيقة الحاجة الحقيقة من الرقباء شاف إنه هذا المشهد يعني ما ينفعش يبقى فيلم لا نجيب محفوظ هنا انتصل لثقافته ولا المشهد يطلع لكن يطلع بضوابط أنه دين هذا المشهد لكن لا يمكن إن إحنا نحذف هذا المشهد لأنه أصدار موجود في المجتمع المصري طيب فكرة الموظف الحكومي اللي بيشتغل عدة ساعات معينة بمرتب معين ليه هو فضل يعمل ده يعني فضل يبقى موظف حكومي مع إن في الوقت ده كان يمكن رواياته ابتدت تتحول لأفلام ليه فضل إنه هو يفضل موظف حكومي الحقيقة هو فضل عشان الحقيقة قلته إنه الوظيفة كانت بتعمل ليه دخل ثابت وهو طول الوقت كان بيتكلم إنه كان يريد أن يتحرر من أعباء الوظيفة وكان بيناشد لو فيه تفرغ للأدباء كان ممكن ياخده لكن هو كان شايف إنه الوظيفة مهمة في فكرة الدخل الثابت لأنه الأدب بصفة عامة ما تقدريش تقدري تعتمد عليه في حياتك اليومية يعني شغلنا فريلانسر زي ما بيقولوا كده إنه شغلنا يعني ملهاش وقت معين ممكن فيلم ينجح ممكن ممكن هو كان بفكر كده كان بفكر كده وقال كده إنه هو إنه هو لا الأفلام لأنه هو كمان في فترة من الفترات توقف فيه عن كتابة السيناريو وكان شايف إنه كتابة السيناريو مرهقة وبتاخد وقت كتب قصص قصيرة لكن كان يريد أن يخلص لفنه هو الدرس البليغ لنجيب محفوظ سواء في وظيفته أو في إبداعه هو فكرة الإخلاص وحبين نعرف كده لو خدنا جولة في مكتبة الأديب نجيب محفوظ إيه الكتب اللي إحنا هنلاقيها؟ الحقيقة برضو كان حظي كويس إن أنا شوفت المكتبة متكاملة وقلفت عنها كمان كتاب كامل اسمه تاريخ جديد للسيرة المحفوظية الحقيقة هذه المكتبة تبين حاجة مهمة جداً لماذا حصل لنجيب محفوظ على جائزة نوبل الحقيقة إنه نجيب محفوظ حصل على جائزة نوبل بسبب تكوين فريد المكتبة دي أنا لقيت حقيقة المكتبة دي كوينت منذ السلسينيات لغاية مطافة بالضبط كان بيقرف السلاح ليتكتب عن السلاح ليتكتب عن البترول ليتكتب عن أزمات الغذاء في العالم بالإضافة طبعاً للكتب الأدبية والسياسية الكتب الأدبية ألوانها أو لغتها إيه؟ إلعقات طه حسين كل المجايد كان فيه أدباء إنجليز فرانسوية كان فيه طبعاً ترجمات وكان فيه الزمن الضائع لكن الحقيقة اللفت نظر كمان في المكتبة مش بس تنوحها تنوع مصادر المعرفة فيها لكن الهداءات اللي كانت بتكتب له من كبار الأدباء سواء المصرين أو العرب لأن هذه الهداءات بيانت مثلاً من الستينات كان نجيب محفوظ له وضع على خريطة الأدب العربي وكتير كانوا شايفين أنه الروائي الأول وكانوا متوقعين من هذه الهداءات لقي فيه توقعات بأنه هيفوز بنوبل وده كان الغريب أن من الستينات كان نجيب محفوظ علامة بارزة في تاريخ الأدب العربي أحساسه بفوزه بجائزة نوبل كان إيه؟ بحقيقة ده عبر عنه ناس كتير جداً أستاذ محمد السلم هو في كتاباته وفيه كتاب أخير طلع لحد مهم الأستاذ محمد الشازلي أنه نجيب محفوظ كان شايف أنه هو بعيد جداً عن نوبل وأنه لما الأهرام اتصلوا به قالوا أنه فوز دلوقتي بهذه الجائزة لكن نجيب محفوظ الحقيقة كان وده عطفاً على كلام الدكتور حسين حمودة كان لديه أدب شديد يعني أول تصريح لي قالك أنه كان يتمنى أن يفوز بها طه حسين وتوفيق الحكيم وياحي حقي صحيح على أي حال يعني ربما احنا تجولنا مع حضرتك في السيرة الذاتية الأديب دوبل نجيب محفوظ وتجولنا أيضاً في مكتبة هذا الرائع يعني كشفت لنا أصفار عن تنوع كتبه وتنوع يعني معارف وإدراكاته لما أديب يقرى في السلاح ويقرى في أزمات الغذاء ويقرى في كل هذه الألوان فهو قادر بالفعل على الوصف قادر على الكتابة قادر على محاكاة العالم بشكل عام الأستاذ طارق الطاهر نقد الأدبي ورئيس تحرير مجلة الثقافة الجديدة كان ضفنا النهار ده في السوديو الصباح الخير وكلمنا عن هذه التفاصيل شكراً هاً